شارس غير أهلا بكم مصطفى أبدأ معك ما المعلومات المتوفرة حتى الآن عن هذه السفينة وما إذا كان هناك أي موقف رسمي إماراتي حيال هذه الحادثة نعم حيدر على مدار هذه الساعات الماضية نهار اليوم تتردد المعلومات التي كشفت سواء من الجانب الإيراني ممثلا في الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن بنفسه بأن قواته البحرية الخاصة احتجزت السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي العوفر وتابع لشركته زودياك ومقرها في لندن وكذلك الإعلان من جانب هيئة الخدمات البحرية البريطانية في الساعات الأولى من نهار اليوم عند رصد هذا الحادث الاختطاف احتجاز السفينة التي ترفع العلم البرتغالي تم في نقطة بمياه الخليج قرب مضيق هرمز وعلى بعد خمسين ميلا بحريا من سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة الموقف الرسمي الإماراتي لم يصدر لحد الآن ولا رد فعل هناك لحد الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر